والله نتق فيهم كلهم والله العظيم نتق فيهم كلهم ومعهم جايين اللي يخدموا الكرة السعودية سواء الاستاذ ياسر ولا الاستاذ ابراهيم القاسم ولا اي شخص موجود في الرياضة السعودية ماهو جاي اللي يخدموا الكرة السعودية وكل الانديا وترى على فكرة أنا ما أحتاج أني أنا أتكلم تقول أنت أنا أتكفيهم وما عندهم مشاكل ترى ما أحتاج أدول أم جايين يخدموا كرة سعودية لكن المشروع المشروع ليش ما بدأنا فيه العمل منذ منذ استلام الاتحاد السعودي مهمته ليش ما نبدأ وإحنا عارفين وحطين في بالنا أنه الاتحاد الآسوية موهو الاتحاد الأعضاء الموجودين ما هو هذا الاتحاد الأعضاء أخصرق منك الأعضاء الناس اللي خلف المفاصل اللي بتدير الاتحاد مين هم ترى لا يقول لك الأعضاء دولة اللي موجودين ترى كلهم لهم ناس بيديروهم من هناك فنحن ليش ما اشتغلنا على الكلام هذا تقول لي أتكفيهم كلنا نتكفيهم لكن العمل العمل أبغى شي قدامي ما أبغى شي إننا نستنى إحنا الآن لنا خمسة سنوات العمل جاري أبو أبي عزيز العمل جاري والعمل واضح من الاستثناءات اللي حصلت عليه الاتحاد السعودي بعيدا عن تعنت الاتحاد الآسوية بعيدا عن القوات أهم استثناء لما كنت لما تأخذ خمسة أشياء من عشرة أفضل من الزمان أنت ما كنت أخذ شيء لا 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 زمان ما كنت أخذ شيء دقيقة يا أبو أبو قول أنا أبغى أنا أتكلم على الكيف مو الكم إيش أتسفدنا أنا أخذنا خمسة استثناءات ولا عشرة وجاءنا الاستثناء الأهم اللي هو سحب بطل آسيا بطل آسيا العام الماضي سحبه كيف استثناءات هذا لا يلام في الاتحاد السعودي يعني أنا أقول لك تقول أنت سوينا أشياء إيش أهمية أني أنا أجيب عشر استثناءات والبطل المتوج العام الماضي قالوا له لو سمحت السريح صحيح وممكن هذا وممكن هذا وهذا يلام عليه الاتحاد الآسيوي والتحاد المحلي يا أبو عشان كده أنا أقول لك إحنا كنا المفروض نبدأ نشتغل ترى الشغل الشغل اللي في التكتلات اللي قلنا عليها ما هو شغل إننا نتكلم لازم إحنا نبدأ مو شرط يكون الاتحاد السعودي ناس من الاتحاد السعودي ناس من الوزارة ناس من الهيئة من ربطة المحترفين يروحوا كيف يعالموا يتعاملوا مع من دوبي هذه الدول أو رؤساء اتحادات هذه الدول لأننا في النهاية نحن قويين نحن قويين في كل مجال الحمد لله ما نحن ضعيفين نحن في كل مجال الحمد لله قويا فلا يمكن إننا ستصعب علينا أمر زي كده فلازم نحن نشتغل من الآن نبدأ لا نقول نعتمد على رأي أمين عام اتحاد يكون موجود ما يملك الخبرة مع كامل الاحترام له والتقدير الرجل بيحاول بيجتهد بيبدو كل جهد وأكيد هو واقف مع كل الاندي السعودي لكن الخبرة والإمكانات الإمكانات والخبرة إحنا لازم كمان لما نكون نجيب مو نخلين لوحده نجيب معاه ناس مساعدين يساعدوه عندهم طرق في التعامل مع الاتحادات في أسماء كبيرة طرع على فكرة في الرياضة السعودية لهم قدرة على التعامل مع هذه الاتحادات لازم إحنا نسوي تكتل من الآن لأن الآن اللي بيصير الآن ضربة موجعة للكرى السعودية والرياضة السعودية من خلال الاتحاد الآخر عطري اسم يجي في بالك اسم والله أنا أشوف أنا شخصيا أبغى يعني صراحة في أسماء تقدر تدير المشهد بشكل كبير جدا لقد ما قدر أقول للصراحة طيح ما قدر أقول لأنه في اسم لو قلت فيه لا ستزعل يبقوا الثانيين فخلينا هم يختاروا هم الاتحاد والوزارة والوزارة الرياضة والاتحاد السعودي يختاروا أسماء أربع أسماء يعني كيف يتعامل معه رؤساء الاتحادات القارية في آسيا طيح اللي هما نقدر يش اللي هما الآن سيطر عليهم داخل اللوزي التكتلات التكتلات الأخرى يا روزي